ثانياً من تصنيفات أهداف المنهج المدرسي المجال الوجداني أو الانفعالي يتضمن هذا المجال الميول والاتجاهات والقيم والتذوق وأوجه التقدير أي أن هذا المجال يتصل بالمشاعر والانفعالات لداء المتعلم كما أن هذا النوع من الأهداف يحتاج إلى وقت طويل نسبياً لتحقيقه إضافة لأنه صعب القياس والتقويم تقويماً موضوعياً السبب في ذلك يرجع إلى اتصال هذا المجال بميول الطلاب واتجاهاتهم لهذا نرى كثير من المعلمين يهملون هذا المجال الوجداني في العملية التعلمية تخطيطاً وتنفيذاً يتناول هذا المجال المستويات التالية تبدأ أولاً بمستوى الانتباه ثم التقبل يليهما مستوى الاهتمام ثم مستوى تكوين الاتجاه تكوين النظام القيمي وأخيراً مستوى السلوك القيمي يلاحظ على هذا الشكل تقسيم المجال الوجداني إلى ستة مستويات تبدأ باستقبال المثيرات في المستوى الأول لانتباه وتتدرج في أعلى الهرم لتعكس استجابة المتعلم لهذه المثيرات من تكوين الاتجاهات والقيم فالمستوى الأول يتطلب جذب انتباه المتعلم إلى مثير ما عن طريق السمعة والبصرة واللمسة وغير ذلك كما أن هذا المستوى يعد هو الحد الأدنى للتعلم في هذا المجال الانفعالي أو الوجداني أما مستوى التقبل أو الاستجابة فهو يتطلب مشاركة إيجابية من جانب المتعلم ثم مستوى الاهتمام الذي يعكس اهتمام الطالب المتعلم في محاولته التعرف على المزيد من الظاهرة التي جذبته في الدرس ذلك عن طريق الأسئلة أو قيامه ببعض الأعمال المرتبطة بهذه الظاهرة ثم مستوى تكوين الاتجاه والذي يهتم بإدراك المتعلم وتقديره للموضوع أو الظاهرة تقديرا ذاتيا ينعكس بوضوع في سلوكه وتصرفاته ثم مستوى تكوين النظام القيمي والذي يرتبط بتكوين القيم لدى الطالب المتعلم وأخيرا مستوى السلوك القيمي والذي يعد أعلى مستويات المجال الوجداني ويميز شخصية الطالب المتعلم ويكون فلسفة ناضجة لديه في الحياة ترجمة نانسي قنقر